وعايزين نقول بقى للناس كمان ان ازاي اعمل فول في البيت هعمله ازاي المكونات بتاعته هتبقى نص كيلو فول زي ما احنا شايفين كده هو الفول الناشف ده طبعا الفول دوت بيقعد 8 ساعات في المياه وكل شوية قعدة اغيره المياه بتاعته 8 ساعات وبيقعد 7 ساعات في اللي هي اللي بيتعمل فيها الفول الجدر ايه الجدر بتاع الفول بتقعد 7 ساعات بتبقى نار هادية جدا لما ينفعش يتعلي النار عليها عشان ما يشتش اوكي وبعد 8 ساعات دول بقم صفي المياه بتاعته وبروح حطاه في مياه نظيفة وبحطه على البوتجاز وبحط بقى معا ايه كباية عدس زي ما احنا شايفين العدس الاصفر ده اوكي وبعد كباية العدس دي بقم حطى واحدة طمط مياه اقطعها مكعبات وحطها معايا واجيب بصل من دوت واحدة برضو بصل متوسطة كده وقم برضو مقطعها وحطها برضو معايا تقولي طب ليه ما فرمتيش البصل لأ مش هفرومه لان انا هيعد سبع ساعات على النار سبع ساعات يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها هدوب اوكي مش هدين صح فبعد كده اجيب جزرايا افشرها افشرها بقى مكعبات زي ما تكون وهو حطها برضو معايا كل ده مش هنشوفه لانه هيعد كتير برضو اول مرة اعرف ان الفول المصري ينحط له جزر نا بتحط له جزر عشان زي ما بتشوفين بتشوفي لونه عامل ازاي لما بيستوي ايه وكمان الحاجات دي كلها بتخليه استوي بسرعة وبتديله طعم كمان برضو في الاول وفي الاخر وبحط بقى معايا بقى بعد ما بحط الكبات العثة والطمطماية والبصلاية والجزرية المفشورة بسيبه بقى على النار سبع ساعات لو بحط ملح ولا بحط اي توابل خالص ليه لان انا هحط التوابل بقى لما يستوي براختي لما هكون عايزة ان انا اعمل فول ان انا هفطر دلوقتي او ااكل طب والله شغلتها شغلة ليه شغلة سبع ساعات طب انا لو في البيت حقعد استنى سبع ساعات طب انا هكون انا عاملة بقى كميات وهيكون عندي بعد كده في الفريزر اوكي وقبل ما يخلص هعمل تاني طب انا على كده انصحكم تجيبوا اندكشن العين الكهرباء لان الغاز راح يخلص عليكم في الواحد يستخدم الاندكشن الكهرباء ليها ترمو اسمها ايه بيسموها؟ حجة الفول اللي بنخط فيها دماسة اسمها دماسة اه صح بجيب الدماسة دي بالكهرباء اصلا زي الفيشة بتاعة الكاتل اوكي يعني فيه دماسة اه بالكهرباء اوكي وتعب بقى سبع ساعات زي ما تعب وبيبقى ليها درجة حرارة معينة انا بزبط عليها وفي النهاية الواحد يستمتع انه سوى شيء وتعب عليها واشتغل عليها واهم شيء انكها واللدة طبعا وعايز اقولكم حاجة كمان طبعا احنا بنقعد سبع ساعات مبقى كيد المياه اللي فيه بتنشف فانا كل شوية بتابعه كل ما هيعوز مياه مش حط مياه برده حط مياه سخنة من الكاتل عشان يبقى نفس درجة الحرارة اللي هو كان عليها اوكي لحد ما يستوي اشتركوا في القناة